عندما شنت إيران هجوم هصاروخي ضد إسرائيل مساء الثلاثاء لم تقتصر المواجهة على الميدان بل انطلقت حملة وسعة من الأخبار المضللة على وسائل التواصل مع فيديوهات قديمة يروج لها وكأنها جديدة وحصدت ملايين المشاهدات لكن الصحافة كانت يقضة على ما يبدو وتميز الحقائق من الأكاذيب في خضم فوضى الأخبار العاجلة لمدة يومين فمثلا مع بدء أول هجمة صاروخية من إيران وإعلان الحكومة الإسرائيلية وجود رئيس الوزراء نتنياهو في ملجأ آمل انتشر وبشكل كبير جدا فيديو لنتنياهو وهو يجري فعليا خارجا من قاعة ومتجها لمكان ما وهو في الرواق كما في هذه الصورة مثلا والكاميرا تصوره من الخلف مئات الآلاف من المشاهدات بعناوين مختلفة لنفس الفيديو الذي يظهر هنا أجزاء منه في هذه الصور يهرب من الصواريخ نتنياهو في هذا الفيديو الصواريخ الإيرانية التي تسقط على تل أبيب طبعا الفيديو لم يكن حقيقيا ولا علاقة له بيوم الهجوم الصاروخي على إسرائيل لكن الحقيقة مغايرة تماما فقد أشار مستخدمون آخرون بمن فيهم صحفيون وخبراء في التحقق من الصور إلى أن هذا الفيديو قديم ويعود إلى ثلاث سنوات خلت نشره نتنياهو بنفسه على منصة أكس في ديسمبر عام 2021 كان حينها يشغل منصب زعيم المعارضة وكان داخل الكنيسة البرلمان الإسرائيلي وركض من مكتبه إلى قاعة الجلسات للتصويت على مشروع قانون يتعلق بالمتفجرات لذلك لا علاقة لهذا الفيديو بإطلاق الصواريخ الإيرانية في الأول من أكتوبر أيضا مشاهدين مثال آخر عن تزييف الحقائق في عملية عسكرية وقعت أمس على حدود لبنان عندما نصب حزب الله كمينا لقوة من الجيش الإسرائيلي قرب العديسة على الحدود جنوب لبنان وقتل ثمانية جنود منها انتشر هذا الفيديو على أساس أنه الكمين وهو لحظة استهداف القوة الإسرائيلية تحت عنوان طبعا حزب الله يفتك بقوات نخبة الاحتلال حزب الله يفتك بقوات نخبة الاحتلال إصابة مباشرة لتجمع العدو الإسرائيلي مرافقة لهذا الفيديو المنتشر على هذا الحساب لوحده هناك أكثر من مليون مشاهدة وألاف التفاعلات الأخرى وهي طبعا صور عارية عن الصحة مشاهدين في التحقق من هذا الفيديو يقودنا إلى بلد آخر غير لبنان وجيش غير الجيش الإسرائيلي الصور المعارضة السورية المسلحة في حلب قبل أكثر من ثماني سنوات حينها استهدفوا قوة تابعة للجيش النظامي الفيديو هذا حصد تفاعلا بمئات الألاف وفي بعض الحسابات بالملايين وعلى الرغم من تنبيهات المعلقين عليه بأنه مزيف فأن بعض أصحاب الحسابات لا يبالون بتلك التعليقات ويبقون على الفيديو ولا يقومون بحفه فيديو آخر انتشر بشكل كبير وحقق أحد المنشورات على منصة أكس أكثر من أربعة ملايين مشاهدة يظهر الفيديو سماء حمراء مع عشرات النقاط المضيئة التي تبدو وكأنها صواريخ تسقط على الأرض يركض الناس والسيارات تتوقف بشكل عشوائي على الأرصفة مما يخلق مشهدا يوحي بالذعر وأضفت له أصوات أناس مذعورين وصوت صفارات الإنذار تحت عنوين من قبيل تل أبيب تحت النار وتذوق مما ذاقت غزة إلى آخره لكن الحقيقة غير ذلك في النسخة الأصلية كانت الأغنية المرافقة هي لأغنية لمشجعي نادي مولودية الجزائر الفيديو الذي تحقق منه عدد من وسائل الإعلام والمواقع يوثق احتفالات في الجزائر بالذكرى المائة واثنين والمائة وثلاثة سنين لتأسيس النادي والدقاط المضيئة في السماء ليست صواريخ بل هي ألعاب نارية يشتهر بها أنصار المولودية وهذا الفيديو الحقيقي ربعا مشاهدين كما تعلمون الأخبار لا تنتهي ولن تنتهي يوم ما وأيضا يبدو أن الأخبار المزايفة أيضا لا نهاية لها مع كل حدث إذا كان الصحفيون يتحققون من مصداقية الأخبار الفيديوهات فيمكنكم أنتم أيضا أن تتحققوا مما تشاهدون فدائما يجب التماع في الصور المنشورة هل هي للمكان نفسه؟ هل هي مختلفة؟ هل صاحب الحساب معروف؟ هل نقل الفيديو من صفحات موثقة أخرى؟ هل محرك البحث يمكنه العثور على نفس الخبر في وكالات الأنباء مثلا؟ هذه الأسئلة البسيطة قد تمكنكم من التأكد من أي فيديو أو صورة قبل التعليق عليها أو إعادة مشاركتها يمكنكم أيضا متابعة صفحات التحقق من الأخبار والتي باتت نوعا من الصحافة في وسائل الإعلام ووكالات الأنباء أو استخدام خاصية البحث العكسي وهي مفيدة جدا لغير المتخصصين جوجل به هذه الخاصية خاصية البحث العكسي بإدخال الصورة من الفيديو أو الصورة الثابتة ثم يقوم محرك البحث بالبحث عنها وستتأكدون من مصداقية المحتوى الذي تشاهدونها